اشتركوا في القناة اهمة واساسية لا يكون هالموظف فعلا حاسس حاله فرد من هالعيل الكبيرة يلي هي المؤسسة ويكون حس حاله انه يلي عم يعملون عم يصمروا يعني بمطرح معين او عم يباينوا او عم يشوفون حبيت انه مبلشت انه مش لوكس يعني هو بارت من المانجمنت سيستم يلي بتبقى حيالا ادارة متبعته انه يكون في نظام محطوط ليحسس حيالا انسان بيشتغل بها المؤسسة او عنده انترست بها المؤسسة انه هو جزء من النجاح وكيف بديك تفرجين انه هو جزء من النجاح اذا ما كان فيه سيستم مكافئات او سيستم بقول انه نحنا اليوم عم نحتفل بحيالا اوكيجن يعني اذا كنا اخدين بروجيك بير وطلع ارباح معينة او اذا الشركة عملت ارباح معينة او اذا المؤسسة اليوم وصلت عم تحتفل باخر السنة ما نحسس هالانسان يلي عنده نحنا بقولون ستيكوودرز يعني عنده انترست بها المؤسسة انه هو جزء من النجاح وجزء من التقدم وإلا ما بيعد عندهم حوافز انه يضلوا عم يشتغلوا للوال بيينغ تبع هالمؤسسة هلا المكافئة مهمة بس كمان تقدير المعنويه كمان مهم مؤسسة طبعا هلا المكافئة تجي على عدة انواع منا بيكون مادة طبعا ومنا بيكون بروموشن مثلا بتقوليه انه اليوم عم نتقدم على منصب جديد او لانه كان البرفورمانس هالقدة كان مهم هالسنة لحنكون عم نفتح اوبورتشنتي جديدة بس كمان فيك تكوني عم تعطيون ريكوجنشن انه نحنا منقدر جهود كون يمكن عم تبعث المسج تقوليه ان فيه نحنا منقدر جهود كون او يمكن تكوني عم بتقدريهن قدام ناس كتار او يمكن فيه ناس مثلا بعد 25 سنة بيكون المؤسسة محضرة جايزة معينة للناس اللي كان عندهم بيلونجنج لقلها لفترة طويلة فاكيد المكافئات بتكون منها مادية ومنها غير مادية معنوية بس الاحلى من هيدا اللي قلتي حضرتك انه مانا لوكس ومانا شي زيادة هي باعت من سيستام تخلق المؤسسة لتخلي الموظفين او ناس اللي عندهم انترست فيها يضلوا عندهم بيلونجنج او انتماء للهدف الاساسي تبع المؤسسة وهيدا بس يعني طريقة لا يحسوا بانه مؤدر شغلهم يعني ما عم يعتوا بدون ما يكونوا يعني عمين شايف الشغل اللي اللي عم يعملوا كتير مهم للانسان انه شغله يكون مؤدر لهو يقدره يعني حتى الشخص نفسه ما بيعود مؤدر الشغل اللي عم يعملوا اذا ما تقدر من قبل المسؤولين هلا اكيد التقدير هي جزء كتير كبير ولكن الاهم هو الموتيفيشن انت تحفز الموظف انه يشتغل لصالح المؤسسة اكتر واكتر من انه تحسسيه كمان انه هو جزء من هالمؤسسة يعني الموتيفيشن والبلونجنج والتقدير هنه ثلاث اشياء مهمين كل واحدة لحالة بتجي بإطارة فيك تكوني عم تحسسيه بس انه هو مقدر شغله فيك تكوني عم تحسسيه انه هو جزء من هالمؤسسة وفيك تكوني عم تعطيه موتيفيشن عم تحفزيه لانه هو يكون عنده طموح اكتر يكون عم بينتج اكتر يكون عنده اندفاع اكتر للمؤسسة اليوم كمان صرنا منشوف انه المكافقات ما بتجي بس مثلا باخر السنة مرات بتجي بعد بروجيه كبير لتحسسيه انه هالإمبوت طبعه كان له وقعوا على الشركة ومرات كمان صرنا عم نشوف انه ما بقى عم نقترح على الناس دايما سالوريز يعني مش دايما عم نعطي العالم وظيفة مع معاش عم نقوله لأ طاعوا يكونوا جزء من شيء اكبر اليوم اللي بحب بركز عليه هو كيفنا نستثمر بالناس اللي موجودين معنا بالمؤسسات كيفنا نحسسهم انه احنا مش عم نطلع ربح لنقول مية بالمية وانتو عشرة بالمية من هالربح لأ انتو اليوم عم نستثمر فيكن والنجاح يلي بيكون لقلنا بيرد لقلكم ضغري فيه ناس بتجي على دوان بوقت معين بتقولك انا بشتغل عقد الانكم او عقد الرفنيوز اللي عم تعطينيهن هالمؤسسة وبعتقد هون بتبلش تفشل المؤسسات لما بتحس انه عم تعطيني هالقد اكس امامونت انا بدي اشتغل اد هالكس امامونت بينما هو نجاح المؤسسة بيعتمد على الافراد وهالنجاح بدي يرجعي يرد للموظفين او للعالم يلي سعيوا انك انت تنجحي بنفصل اكتر هالموضوع بعد هالوقفة منتابع ليدرشيب مع سندريلا مجاعس اختصاصية بالموارد البشرية واستاذة الجامعية عم نحكي عن المكافأة بفترة العياد او بغير فترة العياد بس هي مكافأة فترة العياد حلوة لانه يعني الجو بيبقى بيتطلب هالشي المصروف بيكون اكبر يعني حلو يعني المساندة بهذا الوقات يعني عم ننهي سنة ونبلش سنة كمان كتير مهم انه نحس انه سكرنا تشابتر وعم نبلش تشابتر جديد مع هداف جديدة باعتقد مهمة انه نكون عم نحتفل بس بدنا نعمل دستنكشن بدنا نميز بين انه اذا هالشي كان مكافأة ولا كان هدية يعني الشركة مرات بتاعته نفس الهدية لكل الناس بتكون هي زيتا شو ما كانت الهدية ومرات بيكون في مكافأة بتبقى بتتقدر رلاتف لي لشغلك يعني بتبقى إلا علاقة مباشرة بإذا انت كنت منتجة او لا فكتير مهم انه الشركة توضح او المؤسسة انه هالشي كان هو هدية لكل الناس نفس الشيء او كان له علاقة بالانتجية ومتل ما قلت كمان فيه يكون ع فترة العياد او مش ع فترة العياد ولكن اله واقعوا ع فترة العياد لانه كمان عم تحتفل مع الناس يلي انت بتقدم معهم كل السنة يعني انا بقدم مع الناس يلي بيشتغلوا معي بالمكتب اكتر ما بقدم مع عائلتي بالبيت هيده الهدية هيده الهدية اكيد يعني نحنا عم نقدم معهم وقت كتير طويل الحلو نحتفل معهم كمان حلو يكون فيه ايفانس مش بس يكون فيه كريسمس بونوس المؤسسة الصغيرة مؤسسة كبيرة نفس نفس الشيء يعني اوقات المؤسسات الصغيرة بتكون بلك مش قادرة تعمل هالشيء هلا يمكن جمعة صغيرة بمحل صغير ممكن تفيد بالغرض اذا كانوا خمس موظفين غير ما تكون شركة مثلا عندها الف موظف او الفان موظف اكيد بيختلف الاحتفال وبيختلف ال اكيد بس كمان من الوقت تاني ممكن هالشركة اللي فيها خمس موظفين اليوم حققت عملت بروجيه اشتغلت عليه اكتر من العادة لقدرت كمان بيكونوا هالموظفين عم يسندوا المؤسسة ويعتوا من وقتهم هني كما هي كمان بدا تسندهم مزبوط مش انهاك البيلونجيج مهمة كتير مهمة تحسس الناس انه انا عم بنجح انتوا عم تنجحوا معي وانا واذا ما كانت كتير ماشي الحال انتوا كمان عم تتحملوا معي لانه ما رح يقدروا يتحملوا معيك بظروف صعبة في محلات شفنا لما صرت الازمة باللبنان في ناس انشالها من معاشيتها او انشالها من السالوريز تبعها وتحملوا وبقيوا مع مؤسسات معينة لانه عندهم انتماء بس هالانتماء ما بيخلق فجأة اوفرنايت بيخلق من ورا لما انت احتفلت احتفلت معهم ولما انت نجحتك كمان هذا الشي ترجم بتعاطيك معهم فاذا انت بقبل كنت عم تتعامل معهم بهالنفسية وبهالتعاطي وبهالسيستام بعتقد انه ما بيتخلوا عنك لما بتقربه انه انت تكون بفترات اصعب ريتنشن هو شيء اساسي لكل مؤسسة والريورد سيستام هو بارد بيخليك تتعامل مع موظفينك بكل تور معينة تحسسن اذا هن بنتموا او ما بنتموا لهالمؤسسة واذا نجح المؤسسة من نجحون ايه او لا كنت عم تقولي انه اوقات بنوصل لمطرح هالموظف عم يشتغل على قد المعاش هالقد بتعطوني هالقد بيشتغل شو بتكون الاسباب يعني يمكن هيده هيده اذا مطار يشتغل لأوقات شغلة تانية يمكن هيده من اكتر من اكتر statement انا ما بحبهم وصراحة دي provoke me انه انا اذا بتدفعوا لي هالقد بيشتغل هالقد مع انه يمكن الناس اليوم بظروف صعبة وحقها يمكن تقول هيك ولكن انا انا شخصيا ما بيقبل اذا انا بمحاله منتجي ما كون عم زيد او عم بكون قيمة مضافة للانا الموجودة فيه اذا ما فيه تقدير يمكن ما يقدر هالشخص لا اول عادة اذا ما فيه تقدير مفروض واحد ما يكون بهذا المطرح يكون بمحال مؤدر محال مؤدر بس يمكن مش قادر ما بعتقد الواحد لازم يكون بمحال منه مؤدر فيه وممكن الشركة تكون او المؤسسة تكون عم تتواصل او عم تعمل communication مع هالتيم طبعا تقولهم انه انا عارفة انه انت اليوم تعبين عارفة عم تجي اكسترا اورز عارفة عم تعمل انتجي زيدة ولكن انا اليوم هالقد قادر اعطي بس عم بشتغل انه سنت الجاي يكون عندي تقدير اعلى او انتجية اعلى اذا عندها فيزيون المؤسسة ما فيه خوف يعني انا اذا اشعى انه انا رايح على احسن ما فيه خوف ولكن كمان بالنهاية الموظف عنده عيشته يعني الموده فيه طبع التزاماته مسؤولياته ما بيقدر اليوم يجي كمان يمكن يتحمل فوق طاقته يعني احسن لاله ولا المؤسس اذا هو قاعد موجود وحاسس بفرستريشن انه هالسالوري ما عم بيقديني انه انا سكر مصريفة على القليل يلي هي التزامات ومسؤوليات يمكن افضل للتنين انه يفل لانه بيجي شخص بيتأقلم احسن مع هالظروف ولكن الشركة كتير مهم انه يكون عندها لوين بدي تروح بعدين اذا اليوم قاطعة بظروف صعبة كيف بدي تطلع من المأذقية اللي هي فيه وكتير مهم انه تعمل مع الموجودين معه انه اليوم نحنا بظروف صعبة ولكن بحب بدي استعمل شيء قال ومديري من جمعة انه نحنا مارئين بالأزمة يعني اذا مارئ بالأزمة يعني انت مش واقف بالأزمة مارئ وراح تكفي فكتير مهم نقول انه نحنا مارئين بأزمة مش قاعدين فيها ومطولين او نقشع لقدين احنا بقين او مش بقين وبدو يحس الموظف يعني انه هالمؤسسة هي عم تخطط لقدين عم تخطط لمستقبلة ومستقبل وطبع مرتبة فيها بشكل او اذا عبالة المؤسسة تخلي الناس يلي هي تحب تستثمر فيهم بدي ارجع عيد هالجملة اليوم ونركز عليها نحنا اليوم بدنا نستثمر بالناس بدنا ويونتو انفست ان دي بيبل مش ان هيك كمان اليوم صرنا منشوف انه فيه بروغرامات على كنت عم خبرك تحت الهواء على عمر صغير عم نستثمر بالناس ونبد ناس وخاصة بوجود اليوم الارتفشل انتليجنس العالم كل شي صار وان كليك اوي يعني انت بتكبسة كبسة بيطلع لك المعلومات كلها دقيقة وسريعة ومور افشن انت اليوم كل شي فيك تعمليه انه تبقى مور هيومن يعني الشي اللي مليح لفيك تزديه لحالك انه كتير انسانة اعظم من اللي انت فيه اليوم فيرسيون اعظم من اللي انت فيها اليوم بقى اليوم عم نستثمر بالناس لانه الناس اليوم عندهم ايميل ارتفشل انتليجنس ولا نهار بيقدر يزيدها يلي هي ليدرشب كوميونيكيشن اموشن انتليجنس هول الاي اي بده وقت طويل ليقدر يستحصل عليهم ما بده قول ما بيستحصل عليهم ابدا بده قول بده وقت طويل الروبو ليقدر يصير عنده هيومن سكيلز فاليوم عم نستثمر بالعالم ولما المؤسسة بتستثمر بالناس طبعا بتخليهم بتقدر تحافظ عليهم وبتقدر تحسسهم انه نحنا رايحين لقدام بمكافئات او بريورد سيستم او بنحتفل سوى بالنجاح او حتى اذا قطعنا بزروف صعبة مع بعض فبعتقد انه هل الاستثمار بالموظفين كمان بيقدر يكون ويركشوب معينة هم قادر يتحمل مصاريفة اختصاصات جديدة يعني اوقات كمان نحنا بالتكنيكل ترمز منقل له كاباسيتي بلدينج منعمل افاليواشن للموظف وشو هو بحاجة لقل له من تالنس ومن سكيلز ليتقدم اكتر بالوظيفة لانه كتير كمان مرات منشوف ناس مننا حب او عندها كئيبة من الوظيفة طبعا مننا موتيفيتد لانه الناس بيجيب ناس من بره بتبقى عندها كوليفيكيشنز اكتر وبتحطها يا مسؤولة عنها او بتحطها هي ببوزيشن جديدة ما بتفتح اوبورتشونيتي للناس اللي موجودة من جوه انه تاخدها يلي بيكون عندهم خبرة بهال وما تراح سكيلز زيادة راح كتير يعني يعطوا ادد اكتر من شخص جاي من بره اقول افضل انه نستثمر بالناس اللي موجودين عنا نعطيهم الوركشاب سنتما تفضلت وقلت اللي هن بيحاجة لقالها بعد ما نعمل افاليواشن هن بيحاجة لشو ويمكن نكون هيدا كمان بورت من الريورد سيستم طبعنا انه احنا اشعين البوتانسيال طبعك اشعين قدراتك اشعين قدا فيك طاعته مقدرين جهودك والبلونجين طبعك للمؤسسة وعابلنا انه تكوني انت عم تكبري معنا الناس بتفل من المؤسسات لما ما بتكبري معها لما بتكبري مع المؤسسة بحس هونيك بتصير عنديك التزام وبتحس انه this is where I belong ونجحها المؤسسة من نجاحها على هالفكرة منخطم اهلا وسهلا فيك سندريلا مجاعز اختصاصي بالموارد البشرية واساسية الشمعية وينعاد عليك وينعاد على الجميع منشوفكم ان احنا بكرة بحال اجديد باي باي